السلام عليكم يا احلى متتبعين ومرحبا بكم في فيديو جديد مع مطبخ وصفاتي اليوم شاء الله جبت لكم واحد الوصفة اللي كتجي لديدة بزاف وسريعة في تحضر دياله ديروا العنب في الموني نيكس وضيفوا عليها البيض وطحنوه والنتيجة كتجي اكتر من رائعة ما انطولت عليكم قبل ما انضزوا الوصفة ديالنا ما تبخلوش علي بلي لايك ديالكم باش دائما مقمحة لكم على الوصفات الجديدة والحصرية وكذلك لكتوك تزوروا القناة ديالي الاول مرة مرحبا بكم في مطبخ وصفاتي اشتركوا في القناة وفعلوا جرس تنبيهات باش توصلوا دائما بكل جديدي وكما تعودنا دائما قبل ما ابدو اي وصفة منسوش صلاة والسلام على رسول الله اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد ودبا خليكم مع المقادير وكيفية تحدار على بركتي الله في الوصفة ديالي ان شاء الله غنحتاجوا فيها العنب كما كتلاحظوا معي عندي هنا يا العنب الابيض وكذلك عندي هنا يا العنب الاسود المهم انتو ما يمكن لكم استخدموا غير واحد النوعية يعني ماشي ضروري تديروا الانواع بجوج كما يمكن لكم يعني يدمجوا بيناتهم المهم هنا في هذه المرحلة العنب ديالنا كنديروها كبشيز ليفة وكنخوع له الماء وكنغسلوهم زيان يعني ضروري تغسلوها كالحبة ديال العنب مزيان باشا كي كتحبط من نمضاك الغبراء كذلك يكون ما كيفية من حشرات ولا شي حاجة المهم حاولوها كي العنب ديالكم تغسلوها كتار من ثلاثات المرات يعني حتى كيتنظف بشكل جيد بحالي شكله دايام ومن بعد ان شاء الله غنحاولوها كي نحاولوها كي نحاولو ذاك النوى اللي كي يكون الداخل والدك العظام بحالي شكل هدا يعني كنحاولوها كي نفرعوها بالسكين وكان حاولو ذاك العظيمات من داخل بحالي شكل طريقة سهلة من الافضلة كياء العنب نيتكونو كتشريوه حولو كياتاخدو العنب يكون غليتش شوية يعني تامر باشا كي منيتجو تحيدولو العظام ولا النواة يعني ضغية كيتنقى معكم كما اذكرتلكم بالنسبة للعنب يمكن لكم ديرو غير نوع واحد يعني ماشي ضروري ديرو الانواع بجوج يمكن لكم ديرو غير العنب الابياض ولا الاسود كم يمكن لكم ديرو العنب اللي كيكون احمر يعني العنب الحمار المهم اللي متوفر هنا كندوزوكي على الحبة ديالناو كي نحيدولو من دك النواة ولدك العظام من الداخل ومن بعد ان شاء الله غنعطيكم القياس بالكاس الكاس ديال العنب اللي كايزين مية وخمسين ميلي لتر بالسوائل غنحتاجو منه ان شاء الله اربع ديالكووس جوج ديالكووس ديالعنب الابيض كنعمرو ما كيه بشكل جيد وجوج ديالعنب الاسود وكما اذكرتلكم اللي جادرتوها كيان نوع واحد كديرو يعني الكمية كاملة بنفس النوع يعني كديرو اربع ديالكووس وبالنسبة الناس اللي بغوا كي يعرفوا القياس بالقرام فهي 500 قرام لأن كل كاس كيزين 125 قرام المهم هو ما يمكنك تعبروها بالكوؤس كما يمكنك تعبروها بالميزان يعني نص كيلو اللي هي 500 قرام يعني حتى كنحيدولو العظم ديالو عاد كنوزنوه وإلا بغيتوها كي يديرو غير نصف الكمية يمكنك تقسمو المقادير وديرو الكمية اللي حبيتو كما يمكنك ضعفو المقادير وديرو الكمية مضابلة المهم في الآخر يعني كل واحد كي يحضر الكمية اللي غايتناول يعني كيبقى على حسب الأفراد ديال العائلة ديالكم وبصراحة بالنسبة لهالوصفة هادي نصحكم تكترو منا لأنها كتجي لديدة بزيف المهم هنا يا بالنسبة لعناب ديالنام بعد ما كننقيوه مزيان من النواء ولا من ذاك العظيمات اللي كيكونوا فيه كنجيبوك الخلاط الكهربائي ولا المونينيكس وكنوضعوه فيها الكمية ديالعناب اللي جهزنا من قبل بحال شكيلة دايا كذلك غنضيف ثلاثة ديال حبات ديال البيض من الافضل يكونوا كياب درجة حرارة ديال المطبخ ايضا غنضيف عليهم كاس ديال السكر سنيدة ولسكر حبيبات ميوعة ديال مية وخمسين جرام المهم بالنسبة لكمية ديال السكر يعني كتبقى على حسب العنب ديالكم لكالعنب حلو يعني الحبات حلوين مزيان يمكن لكم كيات ديرو غير كاس قال ارباعة بصراحة بالنسبة لها العنب لاستخدم تانية ماشي حلو بزاف لهذا عمرت الكاس والحلوة يا حبائي كتبقى على حسب الضوق المهم هنا يا كنطحنوا الخالد ديالنا بزيان بحال شكيل هدا يا وكنصفيواه بالنسبة لعضومة ديال العنب اللي غا يقول يا كياماشي مشكي لحسن طحن العنب عاد نصفيه الا ضروري تحيدو العظيمات لان العظيمات ديال العنب ولدك النواة كيطلقها كيواحد المرورية اللي كتكون جهدة بزاف لهذا وخاك انطحنوا الخالد ديالنا كنحيدولو العظيمات كذلك هنكو الخالد ديالنا بلغاني غا نحتاج جوج ديال اكياس ديالنا كاديالغاني واحد القبيصة ديال الملح وجوج ديال ملاعق كيبعض ديال الخال يمكن لكم ديرو اي نوعية يعني الخال الابيض ولا الخال العادي وضب ان شاء الله غانبدا ونضيفوه في الدقيق بالنسبة للدقيق في اللول كنضيفوه كواحد جوج ديال كؤوس ولا تلاتة وكنحركم وعاد كنضيفوه الكمية المتباقية بالنسبة لهالخالد هادا يا غانحتاج فيه ان شاء الله خمسة ديال كؤوس اللي هي خمسمائة قرام وكما كان ذكر لكم يعني انا كانقربكم اكياس شوية من الخالد وانتوما يعني الكس الاخير كتبقى وضيفوه غير شوية بشوية باش هكا هيك تحكمو في الخالد ديال كوم بالنسبة لهالخالد هادا خصو يكون خفاف من الكيك يعني مخصوش يكون هكا يا غادقيل بزاف وهكا غانستعمار بالاضافة ديال الدقيق غير شوية بشوية وانا كان حرك وفاد المرحلة هادين بعد ما كنكملو بالاضافة ديال الدقيق غانحتاجو ستا ديال ملاعق كبار ديال زبدة المدابة بحالة شكيلة دايا وبني كنضيفو الزبدة كنحاولو نزربو اليد ديالنا في تحريك باش هكا هي الزبدة ما تكوارش معانا بحالة شكيل كذلك غنضيف اربعة ديال اكياس ديال الخامرات الحالويات كل كيس كيزين ثمانية قرام من الافضلة كيتغربلوها يعني اديروها كيفش يصفها لي ان بعض المرات كيكون كيفية الحبيبات وكيعدبوكم اكا يا من يجو تحركوا يعني كيبقوا كيمكتلين وهذا هو الخاليط ديالنا غنوريكم ان شاء الله القوام ديالو كما كتلاحظو معي بالنسبة الخاليط كيكون هكا يا اخفاف من الكيك وكيجي هكيا مرغون يعني كيجي كيفه الفقاعات لانه نعجلناه بالعنب بصراحة فان هاد الخاليط هذا سبق لي وحضرته عدة مرات بالحليب وبالماء ولكن بالعنب يعني كيجي هكيا فهي الفقاعات اكتر دبرا ان شاء الله غنضوزو باش نطيبوه هنا يا فانا بديت نطيب بالنسبة المقلات ديالي كان دهنوها كيا واحد دهنة خفيفة بزيت نباتي وكان مسحوه كذلك غنوريكم الشوالة بالنسبة الشوالة كما لاحظتو معي كتكون مهيلة وكان وضعها كيا الكمية اللي كتكفيه المقلات ديالنا فانا عندي هكيا هاد المقلات ديال البغرير اللي كيكون متوسط كان طفلوه جوج ديال المغارف ما يكونوش عمرين بزاف وكان سيول خالد ديالنا في المقلات ولا شوالة مهيلة كان خلي واحدة كيتحمر مجيات تحتانية بصراحة بالنسبة لجوج مقاليفة هما كيساعدو بزاف يعني مني كان قلبوها كيا الفطائر ديالنا في المقلات التاني بحال هاتشكل فالطريقة سهلة كان وضعو الكمية التانية بحال هاتشكل ومنيك تتحمر مجيات ديال الاسفل كتكون القطعة الاخرى يعني طابت وبالنسبة لهذا الفطائر هادورة الضغية كيطيبو يعني بح اللي كالطيبوه كالبغرير غير هي الشو حلخ ستكون عندكم مهيلة وبالنسبة للمقلات را كندهنوه غير في اللول بشوية ديال زيت نباتي اما من بعد را ما كندهنوش لان المقلات ديال الطيفال را ما كالسقوش هنا هي كان استمر بنص طريقة كذلك غنوريكم وكي لا بغيتوا تقلبوهم غير في المقلات را كيتقلبوه بكل سهولة يعني كيبقى على حسب الدوق ديالكم كيما اذكرت لكم بالنسبة للمقالي جوج غير كيسرعوا العملية ديال الطياب وهذا هو البانكيك ديالنا بعد ما طب من الافضلة كيدديروه على الشي قطعة ديال الطوب ولا كيالشيش بيكا باش ما يعرقش معكم وغرقوه كالبانكيك ديالنا بشوية ديال العسال بحالي اشكالة دايا يمكن لكم ما كيدديرو المربة يعني كوفيتر اي نوعية كتفضلوها ولا يديروها كشوية ديال العسال ولا واحد لقطعة ديالزبدة من الفوق المهم كتقدموه كما حبيتو فالبانكيك ديالنا فوي كيجيه شيش ورطب وكيجيه كيمجاعة من الداخل فالتجعوبة ديالورابين يمكن ما كتلاحظو مع هاي يمكن لكم ما كيتحضرو هاد الفطائر هادو حتى الاخر لحظة ما كيحتاجو ليختمرو لوالو راح تكديروه كيل ما يطيبوه باش عمرو اتي عكا طيبوهم صراحة فهما من اسرع الفطائر ليمكن لكم ما كيتحضرهم الفطور ديال الصباح ولا القوتي خصوصا لادرتو الجوج ديال المقالي كما اذكرت لكم يعني تقريبا نكيا 15 دقيقة كنت طيب تم وهادو هما الفطائر ديالنا بنسبة اللوين دياليم كيجيه كيجيه شوية غامق لاننا استخدمنا العنب الاسود المهم يا احبا اي قليلا نوداكم تلقى ان شاء الله فيديو اخر وصفة تانية ما سلامة